السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض مراجعة الجغرافيا للصف الثالث الاعدادي واول سؤال عندنا اكبر قرات العالم انتاج لمحصول الزورة امريكا الشمالية ولا استراليا ولا اوروبا امريكا الشمالية رقم اثنين يا محمد ينتج معظم المطاط في قرات اسيا ولازم تفتكر المطاط يصنع منه اطارات السايرات وده يستخرج من عصارة اشجار استوائية واول دولة في المطاط هي مين تايلاند لكن لو في افريقيا نيجيريا صحي كان رقم ثلاثة يعتبر من محاصيل الالياف اول ماقول الالياف زي الالياف الصناعية القطن والكتان والجوت يبقى نختار الجوت كلمة الياف معناها انسجة والانسجة يعني الالياف ورقم اربعة يعتبر محصول نقط من محاصيل زيته طبيعة خاصة رفع عليك البن طبعا البن زيته طبيعة خاصة لانه هو عايز حر مع مطر بيفكرنا ايه بالشاي والكمان المطاط وهنضيف كمان معهم البون رقم خمسة اول دولة في العالم انتاج لقصة بالسكر البرازيل شاطر امازل رقم ستة الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم محمد طبعا الاقامح يصنع منه القمح الخبز والمقارونة والحلويات اكبر دولة منتجة للبنجر في قرة افريقيا مصر رقم تمانية محصول ينتج في جميع قرات العالم اكيد هو محصول القمح رقم تسعة الله يمازم تقوم صناعة الاسلاك على معدن النحاس النحاس ونكمل كلامنا مع بعض نصف الانتاج السمكي في العالم من المية ايه انا سامعكم بتقوله الملحة صح كده لكن لو التلت مزارع سمكية والباقي كله مية عزبة يزرع قصب السكر من الواضح انه هو بيزرع في جميع القرات مع عادة قررة اوروبا يبقى هو عايز مناطق ايه حرة مرافو عليك اللي بيقول عليها حرة ومدارية تعاد دولة ايه محمد تاني دولة في البترول متعودين على السعودية رقم واحد يبقى اكيد روسيا رقم اثنين وامريكا رقم ثلاثة استراليا اول دولة في العالم انتاج لخام مرافو عليك البوكسايت لكن استراليا هي رقم واحد في حاجة تانية السوف لو انتو فاكرين غنم المرينة تمام ترتبط تربية نقط بالمراعي التجارية الواسعة رفع ليك الغنم فعلا الغنم هو مشهور بالمراعي او موجود في المراعي التجارية الواسعة رقم خمستاشر من العوامل الطبعية التي ساعدت على انتشار مصايد الاسماك ده حالة المياه ولا التقاء الطائرات البحرية الدافئة مع الباردة ولا كل ما اصبت انا اختار ايه طبعا كل ما اصبت وزي ما فيه عوامل طبيعية ده حالة المياه في عوامل بشرية توفر مواني خبرات فنية يبقى كل ما اصبت يلا مازن اول دولة انتاج للدواجن الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية تا مين شاطر يقول لي كده هي امريكا كترقم واحد في ايه تانية طب خلاص محدش يرفع عيده الغاز الطبيعي صحي كده طيب احنا اتكلمنا كمان عن امريكا في حاجات كتيرة زي قلنا في البترول هي رقم كام ثلاثة يعد المصدر الرئيسي للحوم لغالبية سكان العالم الابقار من المراكز الصناعية الحديثة في امريكا الشمالية يوجد في دولة لو احنا بنفكر شوية هنعرف ان الشيلي امريكا الجنوبية يبقى اكيد مش هنختار شيلي احنا عايزين امريكا الشمالية يبقى اكيد هنفكر في المكسيك لان انت فاكر كندا والمكسيك ويشيلي دي والار جنتين في امريكا الجنوبية سؤال رقم 20 المناطق الصناعية في اقليم القرال المصر كان بيقول موسكو قرال بيفكرك بروسيا وايه اوكرانيا مناطق متبعدة قرال وموسكو من المناطق الصناعية باقليم شرق اسيا اول ما تروح شرق اسيا هتروح الصين وكوريا واليابان وهلا اجزيلة هنشو صحي كده من المراكز الصناعية الحديثة في امريكا الجنوبية لسه ايلها من شوية وهي رفع عليك الارجنتين السؤال اللي لازم ييجي السنة دي هو اكبر الاقليم في العالم الجديد رفع عليك شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية من اهم المراكز الصناعية في غرب وسط اوروبا هنفكر شوية مع بعض لو رحنا اوروبا غرب وسطها هنلاقي بريطانيا وفرنسا والمانيا يبقى بريطانيا يبدو اقليم في شكل مناطق متبعدة لسه ايلها من شوية روسيا واوكرانيا مناطق متبعدة تمثل جزيرة نقط اليابانية لسه ايلها من شوية جزيرة محمد هنشو تنتقرة تلت انتاج العالم من الغاز الطبيعي هي قارة اوروبا رقم ثمانية وعشرين تعد الولايات المتحدة اكبر دولة في العالم في انتاج شاطر مازين الامونيوم موسيقى